ردم وبقايا البنايات والجدران التي خلفتها إزالة الأحياء القصديرية ما تزال في مكانها منذ سنتين تحولت إلى أماكنا لشرب الخمور وتناول المخدرات كما هو الحال وعلى بعد أمطار من مسجد عائشة أم المؤمنين ما أثار حفظة السكان والمصلين على حد السواء بلديا ما هزيتش هذا الأوساخ والأقدار هذه اللي مطايشة لهنا وصارت هذه اللي واحدة حكر كما نقول للأخر والله وكر وكر لرديله وللعب نهار اللي نحاو القراب اللي كانوا هنا وهو الردم هذا كما راهوا كما خلاهم القراب أخلاوه تحدثت مع رئيس البلدية مرتين وعدني قال يعني نهز ردم المواطنون استهجنوا الوضع لكونه سيؤدي إلى تلويت المحيطة والتسبب في إصابة بالأمراض موحاطين بالشوك والردم الشي اللي يفضل لهم عليهم طرفه ويجيبوا ويطيشوه لهنا عدنا هذا وش عدنا هنا في الكرسي زعنا حنا ماطيكوكي الناس ما عدناش حنا عدنا شاباب في الحي هذا عدنا أولاد صغار يحبوا يلعبوا منا يره يلعب يلقى الشوك منا يره يلعب يلقى الشوك يجي يلعب لهنا يلقى الردم مع الصيفك على بلك سخانة تلقى الحناش تلقى الفيران الشي بكل تلقاه سكان الحي طالبوا السلطات المعنية بالتدخل العاجل لرفع الردم وإعادة الاعتبار لهذا الحي الذي يعود تاريخ تتشينه إلى الحقبة الاستعمارية في أقرب وقت ممكن وتحسين المحيط المعيش للقاطنين اشتركوا في القناة